هذه الفكرة نفسها التي ستنتهي مع سيد قطب إلى موضوع العزلة الشعورية وتكوين المجتمع المؤمن المنغلق على نفسه ثم في اللحظة المناسبة المنقض على المجتمع الأكبر تحطيماً وكذا كذا وإعادة إنشاء من جديد أخوه محمد قطب الله يرحمه أيضاً عنده لما كنا صغار كنا نحب الكلمات هذه ما فيه الإسلام ما في عنده تزين وزخرفة وكذا لا 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 في عنده امسح على بياضه ابن من جديد هيك هيك أسلوبه على فكرة محمد سيد يحكوا كلمات هذه ابن من جديد ولكن بعدين كبرنا سنة 13 سنة إنما بعثه لأتمم كل هذا عكس محمد قطب سيد قطب أنا بيقول له أتمم يعني حتى الجهلية وهي وثنية عندها أخلاق وعندها فضائل أنا باعترف فيها نبي قال ما عندي مشكلة وقال إيه لقد دعيته بحلف دار ابن جدعان لو دعيته بمثله في الإسلام لا أعجبت ما أحب أن يكون لي به حمر النعم اسمه حلف إيه الفضول شوفت كيف عاد حتى الكفار والوثنيين عندهم أخلاق وعندهم فضائل ويمكن أن تصلح وكذا وتتمم لا قال لك دمر امسح ابني على بياض شو الأفكار الرهيب فالشيء عجيب عنف رهيب مخيف الأفكار على الفكرة